مشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى التعاون العربي الصيني في بيكين طبعا احنا عارفين ان احنا في عندنا علاقات صينية مصرية طويلة جدا 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 إلى أبعد حدود الزمن بالإضافة إلى العلاقات ما بين مصر والصين سياسيا حتى في العصر الحديث وحتى بالمناسبة خلال العشر سنوات اللي بقدر ما كانوا عشر سنوات مملؤين بالصعوبات والتحديات والعوائق بقدر ما هم عشر سنوات مثمرات بحق عشر سنوات قدرنا نشوف فيهم مصر وقفة في وسط العالم وهي في مصاف الدول الكبرى في اتخاذ القرار السياسي عشر سنوات شفنا مصر فيهم بتعمل أكبر نهر صناعي عرفته البشرية واللي هيروي الدلتة الجديدة عشر سنوات شفناهم وإحنا بنشوف مصر والصين وموسكو وغيرهم وهم بيعملوا اتفاقات اقتصادية كبرى تهز العالم الذي طالما اتخذ قرارات منبطحة أمام الدولار الأمريكي عشر سنوات شفنا فيهم مصر بتقول لواشنطن لا عشر سنوات شفنا مصر فيهم بتقول لواشنطن مش هنقعد على الترابيزة اللي جه جه يحب يروح تاني يروح احنا مش هنقابله والناس بتتقتل عشر سنوات شفنا مصر فيهم بتحدث وتطور في كل شيء على أراضيها تبني مدن جديدة تستصلح أراضي بمنتهى الضخامة بنتكلم على ملايين الأفدنة بنتكلم على بنية صناعية بتتطور وبتزيد وبتتسع بنتكلم على جامعات كتيرة بتتبني بنتكلم على جامعات أكتر لأن القديم زائد الجديد أصبح بياخد تصنيفات دولية